في إطار برنامج إماراتي مصري تطوعي تأتي مبادرة زايد العطاء لحملة أطباء الإنسانية للتخفيف من معاناة الفئات المعوزة في القرى المصرية وزيادة الوعي المجتمعي بأهم الأمراض وأفضل سبل العلاج والوقاية المبادرة تهدف إلى ترسيخ ثقافة العمل التطوعي والعطاء المجتمعي والتسامح الإنساني بين الأطباء الشباب وتمكينهم من تقديم أفضل الخدمات التشخيصية والعلاجية والجراحية والوقائية المجانية للمرضى من الأطفال والنساء والمسنين إضافة إلى إجراء العمليات القلبية للحالات الحرجة بمختلف قرى ومدن ومراكز محافظة الشرقية حملة أطباء الإنسانية أنجزت مئات ساعات التطوعية خلال عملهم التطوعي وضمت مستشفى متحرك مجهزا بجميع الخدمات والأجهزة الحديثة والمتطورة الخاصة للكشف على شتى أمراض القلب والمزمنة بمختلف القرى المصرية حيث تم تزويد القافلة المتحركة بوحدة للعيادات ووحدة متطورة للفحص ووحدة للصيدلية كما يضم المستشفى الميداني الطباء متخصصين وأجهزة ضرورية لإجراء الفحصات اللازمة وعلاج أمراض القلب والأمراض المزمنة للوصول إلى الكثير من المناطق النائية وتم الكشف على أكثر من 500 مريض وتقديم الأدوية العلاجية لهم مجانا اشتركوا في القناة